خليني أبدأ مع حضراتكم الأول بقيمة الفريقين لمباراة النهاردة هبتدي بالرجالة عندنا طبعاً عندنا في حرص المرمى الشناوي مصطفى شوبير حمزة علاء أنا هرجع لحمزة علاء ده عشان نبص بس يعني ايه فرصة في النادي الأهل خط دفاع طبعاً الشناوي إن شاء الله هو الأقرب لحرص المرمى مصطفى شوبير تبديلة في حالة يعني احتاج كابتن سامي رايح الشناوي أو يعني لقاءت درالي الآذر في من الظروف يبقى شوبير تغييرها في حرص المرمى خط الدفاع متولي وربيع وبدر بنون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وكريم فؤاد ومحمد هاني وعلي معلول والأقرب للبداية ربيع مع ياسر إبراهيم أعتقد كريم فؤاد لعب مطش المحلة بشكل كويس جداً ممكن ياخد تاني أو كابتن سامي يدي له تاني من البداية ومعاهم علي معلول ويبقى طبعاً هاني ومحمود وحيد ورقتين مهمين جداً كتغييرات لخط الدفاع خط النص الأقرب للبداية أليو دانج وعمر السلية ومعاهم في خط النص أحمد نبيل كوكا محمد شرف زياد طارق طهر محمد طهر محمد مجدي أفشا وليد سليبان يبقى شكل خط النص كده الأقرب برضو ممكن يكون أليو دانج والسلية قدامهم محمد مجدي أفشا على الشمال أعتقد الأقرب للمركز ده طاهر الحمد لله تطمين عليه وعلى يمين ممكن جداً بداية تكون بصلاح محسن خط الهجوم في صلاح محسن وحسام حسن ومحمد شريف وشريف هو الأقرب لبداية المباراة وليد سليمان ورقة مهمة جداً زياد طارق ورقة مهمة جداً وشوفنا الورد الحقيقة نزل في توقيت صعبة جداً في مطش المحلة وكان صاحب بصمة فيه يمكن هو نجمل التلات نقاط يعني لو حطيت إنه السبب الرئيسي طبعاً شريف حط الهدف لكن أسست زياد كان ولا أروع الحقيقة وخلص المباراة فزياد كمان ممكن يكون ورقة وحسام حسن طبعاً بالتأكيد ورقة مهمة جداً بالنسبة لقايمة فريق بيرمدز وأنا ببص على القايمة قبل الهواء كده تقول بيرمدز على يعني من أول ما تلعب بالأيدنتي الجديدة بالشخصية الجديدة باللوك الجديد عمل كده منتخب أهلي وزمالك وإسماعيلي تقريباً يعني عندنا في حراس المارمى شريف إكرامي ومعاشي الناوي قدامهم علي جبرو وقسامة جلال وأحمد سامي وأحمد فتحي وحسين السيد وأحمد توفيق عبدالله مجدي نبيل دونجا هشام محمد توري إسلام عيسى محمد صادق محمود صابر وليد الكارتي رمضان صبحي عبدالله السعيد إيريك تراوري دودو الجباس فخري لكاي ومعهم فخري الدين بن يوسف دي قائمة بيرمز المورا فيها ستة أحمر أو ستة إكسة أحمر يعني فيه شريف إكرامي أكسة أهلي أحمد فتحي حسين السيد هشام محمد رمضان صبحي عبدالله السعيد دول كلهم ستة لعيبة أكسة أهلي منهم خمسة ممكن يبتدوا المباراة أساسي ودخل الحتة دي دايما في جزئية الدوافع يعني في حتة أنه سخونة المباراة في حتة الرغبة القصة مش قصة كاس بس القصة مش قصة بطولة مش قصة تسعين دقيقة أو مئة عشرين دقيقة إحنا في مطش كاس النهاردة بحاجة عارف ممكن المباراة توصل لغاية فين في حتة هنا النهاردة هتكون شوية يعني عامل نفسي دوافع زيادة شوية على دوافع المنافسة على بطولة كاس مصر هنشوفها نتمنىها تكون مباراة قوية في المقام الأول الأخير ونتمنىها بالتأكيد طبعا لصالح النادي الأهلي